أهلا بحضرتكم في حصادي 24 ساعة والبداية بالعنوي أسيسي يتفقد أكاديمية الشرطة ويطلع على أحدث برامج التدريب الأمني على مستوى العالم المغرب يصديف جولة جديدة من الحوار الليبي مجلس الشيوخ الأمريكي صادق على تعيين لويد أوستن وزيرا للدفاع تفقد الرئيس عبدالفتاح سيسي فجر الجمعة أكاديمية الشرطة حيث اطلع سيدته على منظومة تدريب الطلبة وعلى ميادين التدريب المتنوعة أثناء أداء الطلبة للطبور الصباحية كما تفقد الرئيس القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين على القانون وشارك طلبة الأكاديمية وجبة الإفطار واستمع إلى تساؤلاتهم وتبادل الحديث معهم متمنيا لهم التوفيق قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجرا بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة حيث اطلع سيادته على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمني على مستوى العالم صباح الخير بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي أن أنا راح أبيكم وأقول لكم كل سنة أنتوا طيبين كان ضروري أن أنا يعني أجي بعد شهر تعريبا عشان أعنيكم على اندمانكم لكلية الشرطة وهنا في وزارة الداخلية وفي قوات الشرطة بتقوم بمهمة مقدسة هي حفظ الأمن والاستقرار في الدولة المصرية وبذلت جهود كبيرة وقدمت تضحيات كبيرة خلال السنين اللي فاتت وعشان كده وجودكم ليه معنى كبير قوي معنى أنتم يعني بتشاركوا ومستعدين تقدموا كل حاجة من أجل الحماية والحفاظ على كل المصريين فبهنيكم على الاندمام وبهنيكم على النجاح في الجزء من المرحلة الأولى وإن شاء الله دايما دايما موفقين وطبعا نعرف النهاردة أن فيه زيارة للأسر لكم فبلغوا تحياتي لأسركم واشكروهم بالنيابة عني وبالنيابة عن كل المصريين أنهم أعدوكم بشكل جيد وكمان ما بخلوش أبدا على أنهم يقدموكم لمصر تكونوا ذخرة لها وحماية لها وأم لها فأرجو أنكم تلبلغوهم تحياتي وتخديري لكم ولهم وخلي بالكم من نفسكم عشان ظروف الجائحة يعني مرة تانية بقى لكم كل سنة وتطيبين وبشكركم وبأتمنى لكم كل توفيد وربنا يا رب يحفظكم ويحميكم أنتم وكل مصر من كل شهر نسوه كل سنة وتطيبين شكرين شكرا جزيلا وطلع سيادته على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء أداء الطلبة للطبور الصباحي اشتركوا في القناة 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 هنا الحلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المهم اشتركوا في القناة 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 سلطة منتخبة بعد الانتخابات المرتقبة نهاية العام وفق مجلس الشيخ الأمريكي على تعيين الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع يكون ثاني مرشح من قبل الرئيس الجديد جوب بايدن للحكومة تتم المصادقة على تعيينه وأول أمريكي من أصول إفريقية يتولى المنصب بالإجماع لويد أوستن وزيرا للدفاع الأمريكي بعد أن حصل على دعم من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء الذين صوتوا لصالحه بثلاثة وتسعين صوتا مقابل اثنين بذلك يكون الجنرال المتقاعد أول أمريكي من أصل إفريقي يقود وزارة الدفاع ويتولى المنصب في وقت يرى البنتاجون حاجة إلى بذل جهود أكبر لاجتثاث التمييز في الرتب ويطاء مزيد من الفرص في المناصب القيادية للأقليات يأتي تعيين أوستن على الرغم من القانون الذي ينص على أن يقود مدني الجيش الأمريكي أو مسؤول عسكري سابق شرط أن يكون قد خرج من الخدمة منذ سبعة أعوام من أجل ضمان سيطرة المدنيين على الجيش وهذا يعني أن الكونغرس منح استثناء لأوستن الذي تقاعد في عام 2016 خدم أوستن أربعة عقود في الجيش وكان قائد للقوات الأمريكية في العراق ثم رئيس القيادة المركزية التي تغطي منطقة الشرق الأوسط من عام 2010 إلى عام 2016 أحداثنا متواصلة من التلفزيون المصري وفيها بعد قليل الصحة العالمية وتحالف فايزر بايونتيك يتفقان على أربعين مليون جرعة من نقاح كورونا لصالح الدول الأكثر فقرا أعلنت الصحة الكويتية تسجيل 553 عصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي وعدة حالة الوفاة إلى 952 حالة وسجلت الصحة الأردنية 730 عصابة جديدة بالفيروس وتسعة حالة وفاة حصيلة الوفاة بسبب فيروس كورونا تزداد في بعض الدول العربية فقد أعلنت الصحة التونسية تسجيل 100 حالة وفاة وهي الحصيلة اليومية الأعلى منذ بدء انتشار هذا الوباء وتسلم المغرب مليوني جرعة من لقاح شركة استرازينيكا ليصبح أول بلد إفريقي يحصل على شحنة كبيرة بما يكفي لبدء برنامج تحصين على مستوى البلاد ويخطط المغرب لطرح اللقاحات مجانا في حملة تستهدف 25 مليون نسمة وسجلت الجزائر 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة موضحة أن أغلب الوفيات من بين كبار السن وسجلت ليبيا 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 1737 وعلنت الصحة الاردنية تسجيل 730 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع حالة وفاة وعلنت الصحة السعودية تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة حالات جديدة وقدمت الصحة الإماراتية 93 ألف جرعة من لقاح كورونا ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 2339 ألف وعلنت الصحة الكويتية شفاء 481 حالة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وسجلت الصحة العراقية 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس للهاتف الأستاذ الدكتور نبيل الدبركي مؤسس ورئيس معهد الصدر والحساسية الأسفق دكتور نبيل أهلا بك كيف تتابع وطيرة الإصابات بعد إجازات أعياد الميلاد خاصة في الدول الأوروبية تمام تمام لأنه طبعاً الإختلاط كان طبعاً في أعياد الكريسماس بالنسبة لهم طبعاً كان إختلاط واضح وخامتين بنده كان فيه عدم الكزام فزائد أن الطاقس طبعاً الشتة طبعاً نزل بتقلو كل دي عوامل قدت طبعاً لزيادة الإصابات عندهم في الفترة اللي فاتت ديها نعم طيب دكتور نبيل التركيز على الرصد المبكر لحالات الإصابة هل يساعد في إمكانية الشفاء والتعافي؟ شوفي حقول لحالك حاجة طبعاً الرصد ولكن الأهم من كده الالتزام بحضرتك بأساليب الوقاية وأهمهم طبعاً لبس المسكات في التجمعات والتباعد الاجتماعي مترين من أي واحد والتاني الكلام ده أهم بكتير جداً ولكن في نفس الوقت الرصد طبعاً هيجي إزاي؟ الرصد أنه لازم أي حد يشكو بأي عرض إذا كان فيه عرض جاله يريد في الوقت ده إحنا موصعين دائرة اشتباه دلوقتي عشان كده المفهول أي واحد حس بتغيرات ارتفاع في الخرارة حس مثلاً فيه كحة حس فيه رشح حس أنه فيه قيء فيه إسهال فيه ألم في البطن الكلام ده كله المفروض يتوجه على طول الطبيب المتخصص أو للمستشفى أياً كان وإذا الحالة زي دي بيتتابلوا التحاليل والإجراءات اللازمة فعلاً اكتشافها مبكراً لأن إحنا لما نسيب واحد أصلاً مريض أصلاً وموجود في العيلة بتاعته بيأدي العيلة كلها صحيح نحن نتفادى لامتشار الأوسع للفيروس نعم دكتور نبيل ماذا عن الجانب النفسي؟ يعني تشير التقارير إلى أن عدداً كبيراً من مصابي كورونا يعانون اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب هل هذا مرتبط بالفعل بالفيروس؟ بالذبت زي ما حضرتك أنت قلت فعلاً ملحوظ جداً أولاً رقم واحد نتيجة أولاً الخوف عند المريض والهلع من أنه هو أصبح مصاب بكورونا فده في حد ذاته بيأمله نوع من الاكتئاب والإحباط وطبعاً دوت طبعاً ممكن بيقلقه ويوتره نفسياً هي حاجة الحاجة الثانية أن فعلاً الفيروس وجد أنه هو طبعاً بيشتغل على الخلال العصبية والحاجات دية وممكن برضو يزود القصة دية مع بقى الأعراض السخيفة بتاعته بتخلي طبعاً إذا بقى العيان بيبقى شاف طبعاً ويسمع عن الحالات اللي قبل كده بقى تحط عجازها في الصناعي ده فلان جراله كذا ده فلان طبعاً ده كله بيأمله توطر شديد جداً وقلق شديد جداً ونوع من الاكتئاب وخايف من المستقبل رغم أن يعني مش عايز أقول له حاجة فوق التمانية واتسين في المية الحالة النفسية برضو بدأسر بيحبه بقى كويسية صحيح ولكن هو التوطر زي ما انتحدث تقولك صح كلام مصبوط شكراً جزيلاً الأستاذ الدكتور نبيل الدبركي مؤسس ورئيس معهد الصدر والحساسية سابق شكراً جزيلاً على هذه المشاركة ونبدأ جولتنا في صحفة السبت الموافقة 23 من يناير والبداية من الأهرام المؤتمر الوطني القيادة السياسية حرصت منذ النحظة الأولى على الاستثمار في الشباب وقالت صفحة رسمية لمؤتمر الشباب إن الاستثمار في الشباب ودعمة محاطيم أحلامهم هي الخطوة الأولى لسياغة مستقبل مفعن بالأمل لمصر وشبابها ننتقل إلى الجمهورية ومنها نقرأ القوى العاملة بدء الجولة الميدانية لحصر وتسجيل العمال غير المنتظمة لمشروعات العاصمة الإدارية ضمن مبادرة حياة كريمة نتحول إلى أخبار اليوم النقل افتتاح القطار الكهربائي أكتوبر القادم ونسبة الإنجاز 76.5% نختتم الحصاد بأحوال التقصى حيث يتوقع خبار الأرصاد يسود البلاد اليوم تقصى معتدر نهارا على القاهرة مائل للبرودة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وإلى حضرتكم بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتمنى الحصاد شكرا للمتابعة وتصبحون على ألف خير